اليوم أولاً أهلاً وسهلاً فيكم جميعاً في البث الحي أنا قاعدة أكلم جهاز على فكرة بس أحس أن أنا وياكم يعني ما عارفوا شلون بس أنا قاعدة أكلم جهاز ما في أحد معي في الغرفات حتش بروحيتين مينونة بس أحس أن أنا وياكم يعني بهذا حتى لو هو بس نص ساعة كالخميس أحس أنه فعلاً أحس بوجودكم يعني فشكراً لكم ممتنة لوجودكم وطاقة مجموعة الخميس دائماً تشجعني على أن أنا أطلع شوي في المواضيع وشوي نتعمق فيها شوي أكثر فخلوا بالكم طويل لأن هذه الحلقات عادتها تكون مرتجلة فأنا ما أجهز فيها وايد عشان ما تصير كأني قاعدة أسمع وبعدين من طاقتكم ومن الأسئلة اللي أشوفها ومن اللي أحس أنتوا شونوا تبون بعض الأقاطة أوسع الموضوع وأطلع في اتجاهات مختلفة فالمهم معكم علي المويد هذه القناتي على إنستجرام هذا البث الحي اليوم على إنستجرام وبينحفظ على الإنستجرام وبعدين بيروح أيضاً على أرشيف يوتيوب فإذا تحبون هذه الحلقات وتحبون هذا المواضيع اللي فيها شوي عمق رجعوا على يوتيوب وتشوفوا الأرشيف كله واللي حاب يحضر دورات كاملة فيها عمق العمق وليوم توني الحين 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 فتحت التسجيل لجلسة سكون رقم ثلاثة أعرف أنتوا تحبون جلسات سكون وفي كل جلسة قاعدين ندخل أعمق وأعمق في مواضيع صعب أن أنا أتكلم فيها على وسائل التواصل أحس أنها تحتاج أنها مجموعة تكون فعلاً مهتمة في هذه المواضيع بس في جلسة سكون رقم ثلاثة روح تشوفوها على عليأكاديمي دوت كوم تشوفوا الشرح كتبت أنا جملتين عن الموضوع شنو بيكون أوكي اللي ما بيروح وأقول لكم يعني بس باختصار شديد وايد هالأيام قاعدين يسألوني عن الوصول للحالات الروحانية العميقة عن طريق الأعشاب أو الحشائش المعينة بعض الأوقات حتى من غابات الأمازون وأيواسكا وهالأشياء اللي يأخذونها ممكن توصلهم إلى حالات ويشوفون فيها أشياء ويدخلون في روحانيات وكذا هل هذي يفيدوا هل هذي يسرع الوعي أو يسرع تطوري أو لا هذا الموضوع اللي بندخل فيه بس ما أقول زيادة بنتعمق شوي أكثر وبتطلع منها بفائدة ثمينة لا تقدر بثمن صراحة يعني لأنها هي الفطرة اللي ترجعنا إلى الروحانية الفطرية اللي عندنا وإذا حاب أن تتعرف هذه الجلسات شلون تكون نوعيتها شكلها شلون هو عادة يكون تأمل مع مزيج من الأسئلة والحوار فرجعوا على جلسة سكون واحد وسكون اثنين موجودة تسجيلاتهم على أرشيف أكاديمية وتأخذون فكرة شوي أكثر على نحن شلون ندخل في يعني درجة العمق اللي ندخل فيها شلون طريقة الجلسة شلون فيها حميمية وفيها حوار وكل واحد وجودة جدا جدا مهم فالمهم الحين فتح التسجيل عادة تكون الأعداد محدودة لأن أحب أن يكون أقدر أوصل للأسئلة كلها أثناء الجلسة فهي بتكون جلسة مسائية إن شاء الله تاريخ 31 هالشهر وبس إياه وما تكتمل الأعداد بسكر التسجيل ويعني أحس أني متشوق أني أتشوفكم بتكون بالبث الحي طبعا وبعدين بيصير لها تسجيل إن شاء الله إن شاء الله إذا التكنولوجيا خلتنا نسجل إذا قدرنا نسجلها بنعرض التسجيل أيضا بس طبعا الحضور بالبث الحي يكون هذا التأمل مع المجموعة وطاقة المجموعة فاللي يحب هالأشياء طبعا أنت في بيتك يعني فاللي يحب هالأشياء يسجل معنا علي أكاديمي دوت كوم المهم موضوع اليوم أبي أتكلم فيه عن تأثير كنت قاعدة أحاول أتشوف شنو العنوان المناسب حق الفكرة اللي أنا أبي أوصلها لأنه ساعت أغير العنوان عقب ما تنحفظ الحلقة بس أحس أنه الحين كبداية بقول أنه هي تأثير الحركة على المشاعر والصدمات اللي يصير واللي أتشوفه قاعد يصير أنه كلما الشخص يكون قليل الحركة كلما مشاعره وحتى ذكرياته كأنها تصير محبوسة في هذا الجسد لأنه إحنا لما نعيش حالة معينة أو نعيش ظرف معين خلنا نقولنا أنا الحين موجودة في هذه الغرفة ودخلت في حوار أحد معاي في هذه الغرفة كمثال ودخلت في حوار مؤلم مع هذا الشخص امتصاصي لهذا الحوار وامتصاصي لهذا الظرف والظروف اللي أنا فيها لا يحدث فقط عن أنه أنا قاعد أسمعه ولما أسك أذوني ما أسمع شيء لما تكون موجود أنت في بيئة معينة جسمك كله يمتص هذه التجربة جسمك كله يعيش هذه التجربة فعيونك قاعد تشوف المنظر أذونك قاعد تسمع خشمك قاعد يشم رائحة المكان خلايا جسدك قاعد تمتص هذا الشيء فلما يصير شيء سلبي كصدمة مثلا أو هوشة شجار نقاش حاد كذا خلايا جسمك أيضا امتصت هذه التجربة فتجلس هذه التجربة في خلايا معينة وتعفن يعني كأنها يصير فيها احتقان يصير فيها هذا الركود والخمول وتقعد فتجلس هذه الذاكرة خلينا نقول أو تجلس هذه التجربة في مكان ما في جسدك إذا ما تحركت وما حاولت أن أنت تطلعها قد تجلس لسنوات وممكن حتى طول عمرك وجلوس هذه الذكريات في أماكن معينة في جسدك هي ما يسبب الأمراض على المدى الطويل مو هي السبب الوحيد اللي يسبب أمراض على المدى الطويل ولكن هي أحدى أكبر أسباب الأمراض على المدى الطويل فلذلك نشوف أن النفسية تتحسن مع الحركة الناس اللي يتحركون أكثر عندهم القدرة على حتى التخلص من المشاعر السلبية بطريقة فعالة أكثر فتشوف أن الشخص مثلا الرياضي لما يكون قاعد في المكتب وصارت أشياء في المكتب كمثال وصارت مشاكل وصار فيه تعب نفسي طلع خلص الشغل طلع يركض لبس الحذاء الجري وطلع يركض حقب نص ساعة من الجري أو ساعة من الجري خلص هو كأنه مغسول نفسيا كأنه مغسول لأنه هو هز الجسد بما فيه الكفاية كأنك تخضى عشان يطلع منه كل هذه الأشياء اللي كانت لاصقة فيه أو حتى طاقات الناس اللي حوالينك مخاوف الناس اللي يمكن أنت كنت قاعد يم شخص يمكن عنده مخاوف عنده هموم عنده حزن عنده كذا وجودك بقربة يمكن أنت متصيت شيء منه أو أنك مريت بتجربة فعلية أو صدمة فعلية جلست في هذا المكان تعرفون كمثال مثلا بعض الأوقات ندخل خلنا نقول مثلا رحت المول وطفت على قسم الفود كورت وشميت شيء بالريحة قلت الله هذي ذكرني ببيت يدتي سيدة مثلا ريحة قرفة ريحة خبز مخبوز ريحة أي شيء فالرائحة في لها مكان معين في المخ أيضا تشبكك بهذا الشيء وعلى نفس المثال الجسد أيضا عنده هذه القدرة على أنه يعيش تجربة الحدث بكامل جسده فممكن أن أنت مريت بصدمة معينة وجسمك خذها وحس فيها يمكن أنت في ذاك الوقت قمت وقفت قلت أخ ظهري بعد هذا الحوار المتعب كمثال هذا الشجار اللي صار كمثال قلت أخ ظهري فجسمك امتصه وحطه في مكان معين فإحنا دائما ننظر للرياضة أو للحركة على أن أنا بسوي حركة بسوي رياضة عشان وزني قل عشان أضعف عشان أحرك عشان كذا عشان أسوي عضلات بس نادر ما ننظر للحركة كتفريغ لذكريات قد تكون التسقت في جسدي وتسبب على المدى الطويل مشاكل جسدية فهي تبتدي بشيء أنا عشتها خلل نقول عشتها وامتصيتها على مستوى الجسد بعد ما تخلصت منه فلذلك في كثير من الأديان وأنا تعرفون يعني صعب جدا ما أحب أن أنا أدخل الدين في كلامي بس إذا الواحد يب يربط بكل سهولة يقدر يربط يعني بس أنا ما أدخل في هذا المواضيع لأن المواضوع شائك جدا بعين طلعون للتعليقات غريبة بس المهم في كثير من الأديان مو بس في دين الإسلام في كثير من الأديان الصلاة فيها حركة الصلاة فيها حركة فتصير الصلاة نفسها كأنها تفريغ فإن أنت ما تقابل ربك مباشرة تنشذي بالأشياء اللي أنت حاملها لا أولا تستخدم الماء عشان تغسل على مستوى خارجي وبعدين تستخدم الحركة لكي تفرغ الجسد من الأشياء اللي كانت عالقة فيه وبعدين تجلس عشان تدعي ولا عشان تحاول ربك وكثير من المباس الصلاوات كثير من الطقوس أيضا الشعبية تشوفون أن فيه شعوب تقوسها الدينية أو تقوسها الشعبية أيضا فيه مثلا خلينا نقول شعوب في أفريقيا يمكن يركصون لما يكتمل القمر يمكن يركصون لما ك فلما ترتفع الطاقة يفرغونها لما تقل الطاقة ينشطونها بالحركة فممكن أن هي تكون عن طريق رقصات عن طريق أي شيء فتشوفون حتى الطفل بعض الأقوات لما يشتط لما يحس بمشاعر كثيرة يعني ما يقدر استحمل تشوفونها يهتاة ويحرك هذا لأنها المشاعر اللي قاعد يحس فيها الحين تخلط فيها كأنها كهرباء وقاعدة تتحرك 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 وهم ما عارب شي يسوي فيها فإحنا لما نستانس لأننا نكبار ومؤدبين وعلمون أن نسكت ونقعد ونتأدب ما نعبر جسديا بالمشاعر مثل ما يعبرون فيها الأطفال فأنت لما تعرف تأثير مشاعر معينة مثلا مشاعر السعادة الغامرة على الجسد تشوف الطفل لما يكون فعلا فعلا سعيد شوش أن يقعد ينقز ويستانس وهذه لأنه صارت فيه طاقة مشاعر معينة جسمه ما قادر يستحملها ويخليها ولا بينفجر فقاعد يطلعها ويتخلص منها حتى البكاء بعض اللقات يصير فيه هذا الاهتزاز لكي تخرج هذه المشاعر فاللي صاير اليوم وأحس أن حلقاتي وايد فيها يعني تشذي عتب على اللي صاير اليوم بس يعني هو واقع وهذا هو اللي صاير اليوم اللي صاير اليوم أنه إحنا قاعدين نمتص ونستلم قلق وصدمات وأخبار وأشياء تخوف صراحة وواحد بعض الأوقات ما يصدق اللي قاعد يسمعه وكذا بس هو قاعد لا يتحرك فأنت تخيل أنت كأنك سفنجة قاعد تمتص كل هذه الأشياء اللي قاعد يأتي في اتجاهك وهو خبر وهو جائحة وهو خوف وهو طاقة مكان طاقة ناس حاملة أشياء هموم أشياء دخلت المول طلعت خذيت كلها طاقة المكان ورح لبيت وقعت فتخيلوا أن كل هذه الأشياء اللي أنا أمتصها وأختبرها وأدخل فيها كتجربة بشكل يومي بشكل بالساعة كل دقيقة تجلس في جسدي وتجلس وتبقى فأنا الآن خلي نقول أن أنا مثلا تكلمت في الترفون يأتي مكالمة كانت صعبة تضايق بدون شعور أول ما أخلص أتحرك لما أبدأ أتحرك هذا اللي أنا سمعته ممكن أنه يبدأ يتحلل من جسدي يبدأ يتحرك شوي ما يلصق فحتى أنت قاعد تتابع هذه الحلقة إذا أنت ما قاعد تسوق في السيارة ممكن أن أنت تبدأ تتحرك فقط ترى حتى في الناس يقول لك ما تعورك ما هو الخبر الذي سمعته أو ما هو الشيء الذي حدث أو ما هو الظروف التي كنت عيشها وقت الذي يبدأ هذا الموضوع إذا تحركه ما هو المشاعر التي أتي هذا الاتصال بالجسد هو اللي فقدناه مع الوقت لأنه بدأنا نحس أنه أولاً إذا أنا جسمي وكي ما أحتاج أسوي رياضة كأنه يعني خلاص إذا أنا موبمتين بالدرجات اللي حط ليها أو بالمعايير اللي حط ليها المجتمع خلاصاً ما أحتاج أني أسوي شيء شأنه ما في فايدة حق الحركة غير أنه أنا بس لازم أضعف هذا الخطأ الأكبر الأول فإذا تشوفون أنه إذا الشخص جسمه أوكي يقولون لا 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 أنت ما تحتاج تتحرك أنتبع ليش تسوي رياضة بس يا حظك أنت تاكل اللي تبيه بدون بغض النظر عن كمية الدهون اللي عنده ما زال يحتاج أنه يفرق هذه الأشياء فإحنا نجلس ونقعد ويوم ورا يوم ورا يوم ومس شذي نطالع تلفزيون كمثال أنت حين قعد تشاهد مسلسل معين هذه المسلسل في مشاهد مخيفة فيه أشياء لعبة بمخك وانت قاعد وتستلم 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 وبعدين تروح تنام وتتبرمج هذه الأشياء تدخل في جسمك ما فرغتها ما طلعتها فدائما أنا أقول حق الناس إذا مثلا تبي تفكر في شيء صار سيناريو معين تبي تحللها في مخك حللها بس وانت قاعد تمشي أو وانت قاعد تتحرك ففي هذه الحركة يعني الحركة بركة يعني شو أقول لكم يعني هاي الكلمات كلها هي نعرفها وأمثال نعرفها وأشياء نقولها ونكررها بس ما نقاعد نطبقها على روحنا لأننا محاسين أننا إحنا مو فاهمين الربط خلل نقول مو فاهمين درجة الربط لذلك بعض الأقاط تشوفون الناس مثلا رايحين علاج كمثال هومك أنه يروح علاج بالتنفس التنفس التحولي كمثال ولا علاج بالطاقة ولا شيء فتشوفون لما يبتدي جسمه يتعالج يبتدي يهتز بعض القيام بايقولون أهه هذه جن وهذه مسكون وهذه فيها شعوذة وفيها كذا لا ما يدخل يعني أمك أن هذاك شيء ثاني مادر بس لما يبدأ الجسم يتشافى يحتاج أنه يهتز إذا في شيء راكد من داخله لم يتحرك عندما حدث الحدث لم يتحرك ولم يخرج طاقياً خاصةً عندما حدث الحدث هو ابتدى بشيء طاقي لأنه هي تجربة أنت عشتها وبعدين تجسد وبعدين صار جسدي وصار جزء من مثلاً الغصة اللي انت حاس فيها هنا صار جزء من ألم الكتف اللي انت عندك صار جزء من جسدك تجسد مع الوقت ولكنه ما كان من قبل جسدي فهل تستطيع أن أنت بالحركة تفك أكيد وفي مجالات كثيرة تعمل على هذا المبدأ يعني أن أنت بالحركة تستطيع أن تفك لذلك أنا في مثل دائماً أقوله يعني أن في رحلة الصحة لما نروح الهند ونسوي يوغا أسبوع كامل من اليوغا تشوفون أن في بعض الحركات إذا أنا أكون مثلاً أمدد رجلي ولا أمدد الحوض ولا أمدد كذا ولا أحط ظهري في جلسات ما كنت حطتها فيه من قبل وهو فيه حامل شي فيه تشوفون بعض الآقات أن يصير فيه تفاعل عاطفي ممكن أن أنا أبتدي أدمع ممكن أن أبتدي يصير بكاء كمثال لأن أنا فقط دخلت إلى أو وصلت إلى هذا المكان اللي كانت جالسة فيه هذه التجربة وكأن قلت لي يلا حين أفتح لك المجال أو أوسع هذه المنطقة شوي يصير فيه تمارين تمدد وتوسيع أفتح لك المجال لأن أنت توسع فيه ناس مثلا عندهم جزء من حوض مثلا جهة اليمين أصعب من اليسار ولا كذا ما نعرف على المستوى الروحي شنو قاعد فيه أو المستوى العاطفي شنو قاعد فيه هذا المكان فيجب أن يكون الحل عن طريق الحركة بس أننا حين بتقولون لي وعرفوا أن هذا السؤال بي وأنا ما قدر أقرأ الحين كل شي قاعدين تحطونا بس أكيد بعض الناس بيقولون لي نزال واو عايش كثير عندي شبه فتش شبه خلي معنات جسمي كله متشنج نعم ممكن أنت جسمك كله متشنج من أشياء سابقة بس ممكن أننا اليوم حتى نبدأ ونتعلم أننا ما نعمع أشياء حق المستقبل يعني نبدأ نتعلم شلون نتفادل أشياء المستقبلية عن طريق الحركة المستمرة إذا صارت مشاعر معينة ممكن أنت تتحرك في ناس تحب ترقص في ناس تحب بس تسوي حركة سك على روحك الباب وبروحك ومو لازم فضيحة ومو لازم الناس تشوف ومو لازم علي قالت وش فيك صاير مينون وتسمع حق هالقنوات سك الباب تحرك خليطلع هذا الغضب يعني كثير من الناس اليوم تشوفهم عندهم مثلا شحنات غضب خاصة عند الرجال يزعل ويغضب ويتشنج بس قاعد فجسمك عشان يتفاعل مع هذا الشيء بعض الأوقات حتى ييمع دهون عليه عشان فقط يحميه ويخليه مكانه انت غضبان روح اطلع امش روح اخذ لك قفازات بوكسي وطق شيء روح صف انضم الى صف الجم فيه طق فيه اشياء حركات قتالية طلع فرغ هذه الطاقة في مكان معين مو بس رجال طبعا حتى النساء فاحس ان عدم قدرة الجسد على التفريق يصير فيه هذا الاحتقان وسبب مشاكل بعدين وممكن يسبب مشاكل طبعا الغدة الدرقية جدا لها علاقة بالاشياء المحبوسة داخل الكبد والمرارة جدا لها علاقة بالاشياء المحبوسة داخل القلون العصبي عاد يعني ما في داعي اقول لكم الاشياء المحبوسة داخل ما تحركت لما صارت هالاشياء ما تحركت فاللي صاير الحين هو انه انا اشوف مع عالم تطور الذات الهدف الى الروحانية ونحن نبن نروح نوصل للروحانية ونوصل حق هالاشياء ونوصل كذا وكذا وكذا شلون عن طريق الجلوس تعلمت تتأمل كمثال وبدت تقعد عشان تتأمل ولما تقعد مخة ما قاعد يخليها وما قاعد تناسبها وانصت وما عرفت أتأمل وخلاص ما قدرت أتأمل انا حاولت والله اسوي هذا التأمل وما قدرت وما عرفت وما سويت وفشلت وتبدأ تحس انه ايه هي فشلت في هذا العالم التطور الذات اللي قاعد يروح نزيل اذا انت جسمك مشحون اشياء وصدمات وتجارب واشياء قد تحتاج في البداية ان يكون عندك روتين تفريغ جسدي قبل او تفريغ جسدي قبل الجلسة خلينا قلنا انا حين عندي نية مثلا اقعد بتأمل اسوي هذا التفريغ الجسدي قبل الله اقعد وبعدين يصير عندي روتين يومي رياضي عشان يفرغ يعني مثلا احنا حالي يقول لي با كل يوم يعني احتاج اتحرك لازم تتحرك كل يوم لان مثل ما انت تغسل اسنانك كل يوم هذه الاشياء تتجمع والاشياء الروحية والنفسية تتيمع اكثر من الاشياء الجسدية فما بالك اذا انت اسنانك تتيمع وصخ لانك تاكل كل يوم فما بالك الاشياء اللي انت قاعد تتيمعها بشكل مستمر على المستوى الطاقي على المستوى العاطفي طفت في المول شفت مثلا اسم محل ذكرك بذاكرة شي قديمة في طفولتك روح تحرك فرغ هذا الشي اخرج هذا الشي فانا بالنسبة لي نظام حركة يومي جدا جدا مهم مو بس يطول العمر ويعدل المناعة ويحسن البشرة والدهورة الدموية والقلب وهذه كلها والكوليشترول كلها كلها هذه انتوا تعارفون بس يفرغ شحنات سلبية ومشاعر سلبية وصدمات يرجع الجسم الى هذه الحالة اللي طبعا يعطيك هرمونات سعادة ولكن ايضا يعطي الجسد تنبيه جدا مهم كأنه قاعد يقول له انا اتحرك اذا انا حي انا اتحرك اذا انا حي يعني اذا انت تتحرك بشكل يومي كأنك كل يوم قاعد تقول حق جسمك ترى انا عايش ها وانا بيعيش وانا بيعيش بحركة فجسمك يقوم يهيئ الجسد على انه وترى هذه الشخص حي مو بميت يعني عارفنا هو مثال غريب بس هذا الشخص حي مو بميت اذا انت بس تتحرك من السرير الى السيارة الى المكتب وبعدين ترجع مرة ثانية وتقعد على الكرسي والطاعة التلفزيون انت قاعد تعطي جسدك انطباع بانه هو نصف ميت والجسد النصف ميت طبعا قاعد ابالغ الحين في هذا المثال ولكن الجسد النصف ميت الخلايا قاعدة تستوعب هذه الفكرة خلاياك قاعدة تفهم انت شا قاعدة تقول لها كأنك قاعدة تقول لها ان انا ترى مو عايش مئة في المئة يعني نص فعطيني نص يا كبد عطيني نص معدى قولون عطني نص بس لا ترى هذي الاخم قاعدة يتحرك كل يوم وترى حي واكو يتنفس واكو يتحرك وكو يبينا احنا نواكب هذه الحركة والحياة اذا تصح صح كل شيء يصح صح وكل شيء يعيش فحتى وانت موجود الحين حتى مع الفكرة هذه تحرك وين يعور اذا ابدأ اتحرك مثلا حتى لو هي حركات بسيطة مثلا بس احرك العمود الفقري اتشذي حركة موجية يعني احرك فوق وين الاماكن اللي هم تشنج فيها اذا هم تشنج متى تشنج واشلون تشنج وليش تشنج هل الحركة دائما جلوس مثلا هل اقدر اعكس هل اقدر حين اقوم اوقف وحرك ريولي مثلا احركها يمين يسار احركها فوق تحت طبعا نبتدي بشيء بسيط ولطيف على الجسم وتبني شوي شوي فانت حياتك اليوم هي كأنها انعكاس لما حدث لك في السابق فكل الصدمات والاشياء اللي مريت فيها والاشياء اللي كلتها والاشياء اللي سويتها واللي ما سويتها هي كلها الحين هذا انعكاسها هذا بالضبط نتيجة اللي حدث في السابق اذا الاشياء اللي بتصير في المستقبل هي نتيجة اللي بيصير اليوم فاذا انت تشوف نفسك بعد خمس سنوات شخص صاحي وعايش حياتك مو نصف ميت اذا يجب ان تعطي جسمك الان هذه الرسائل لازم تعطي جسمك الحين هذه الرسائل لازم تبدأ تحركه الحين عشان اهم مستقبلا يبدأ يفهم ان انت حي هذه الاشياء صدمات اللي علقت تبدأ تتحرك وتتحرر فاضلا فهمت المغزى ففيفي يعني هذه الحلقة اكثر شيي حق الناس اللي يظن انه هو خلاص كبر على انه هو يسوي رياضة او يظن انه هو حالته اللي عنده قولون ما يشتهي اللي عنده ما ده شنو ما يقدر اللي قاعد ياخذ ادوية كذا وكذا وقوم تحرك لا والله حار وايضا ناس عايشة في الحر وثي تتحرك بالعكسة تخرج وتمشي في الحر حلو الشعور بعدين ارجع واخذ لك شاور بهرد يعني ما يعني ما فيه شي تعجيزي ليش هالتعجيز امش في الحر وامش في البرد واسبح وتحرك وعيش حياتك وعط جسمك هذا الانطباع ان انت عايش ايضا فبس هذا هو موضوعنا اليوم واذا اقب هالكلام كله للحين ما تحركت معناته انا ما ادل ليش انتم قاعدين تطالعون هذه الحلقة ولكن اتمنى ان حتى لو شخص واحد من الحضور اليوم بيتحرك وبيدخل الحركة في جسده انا عن نفسي شخصيا صراحتا انا اقول لكم كثير من المشاعر تحررت مع الحركة وكثير من المشاعر قاعدة احررها بشكل يومي ما اقول لكم ان مثلا اوه والله انا وصلت لان احررت كثير من المشاعر عن طريق الحركة لا كل يوم قاعدة خلنقول ابني مشاعر جديدة او اشعر بمشاعر جديدة وحررها عن طريق الحركة لازم الا ما الواحد يحس بقلق ولا خوف ولا اش بيصير ولا ما عارف ولا كذا انا حين فهمت انا حسيت بهالشي اعارف ان انا بطلعه في الجلسة الرياضة القادمة هو بيتحرر لدرجة ان بعض الاقات واحد عقو ما يخلص ساعة من الرياضة ينسى هو اصلا كان قلق على شنو ينسى الموضوع اللي هو كان شايلة يوم دخل الجيم ولا دخل غرفة الرياضة ولا دخل المكان المهم ان ان شاء الله هذه الحلقة تنفع حتى له شخص واحد اذا تعجبكم هالحلقات اشتركوا في قناة يوتيوب اذا تتابعها على يوتيوب ايضا حط لها تعليق اضغطر السبسكرايب اذا تطالعها على انستغرام حطولي تعليق ايضا اي بس و اللي يحب ان يحضر معانا بالبث الحي اللي يحب ان يحضرها بث حي هي عادة تكون على الانستغرام الساعة الواحدة مساء توقيت السعودية والبحرين فبس و اتشوفكم ان شاء الله في الكفة الاخرى على منصة اكاديمية علياء في الدورة القادمة دورة سكون والدورات المستقبلية ان شاء الله ايضا شكرا لكم السلام